ونغفر لي ونحن اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن كتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن ميتم أو كتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيئنا يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما واه جهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون سمع الله لمن حمده اللهم 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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله سمع الله لمن حمده 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 الله أكبر اللهم أكبر سوات الذين آمنوا الله اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد فلسنا بالبعيد بل بالأمس القريب قد انتهينا وودعنا شهرا مباركا بأيامه ولائله الكريمة وفاز فيه من فاز وضيع وخاب وخسر من ضيع وهذا ذكرني وأذكركم بما جاء في الحديث الكدسي الذي قلوا فيه رب العباد ما من يوم ينشق فيه فجره إلا ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لأعود هذا يذكرك بأن أنك لا توجد هكذا عبثا في الدنيا وإنما كل ما تقدمه من قول أو فعل فقد جعل الله عليك حفظه أي قيدون ذلك من حسنات أو سيئات كما قال القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد هذا أمر معلوم ولكن ما أكلوه ما جاء في الحديث حتى الزمن الليل والنهار حفظه أمرهم منتهي ومعلوم وإن عليه لحافظين كراما كاتبين كل منا جعل الله عليه من الحفظ عشرة يحفظونه حتى إذا ما أتى الأجل خلاص يفرق بينهم وبينه حتى ينتهي لكن اللي أكسده من هذا الحديث من كلامي معكم في هذا الحديث الاستشهاد باستغلال الزمن وأن هذا الزمن هذا الوقت إن لم تغتنم هذا الوقت في طاعة الله والتقرب إليه ومنه فأنت قد ضيعت ضيعت كل شيء في الحياة وذلك شوف الحديث يقول الوقت اليوم الزمن اليوم شاهد عليك فيقول اغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيام مش العملية الكل يوم لنهار الناس بتفكر لا كل يوم ينشك فجره خلق من خلق الله ويوم لا يعود والآخر غيره تماما وهذا يقول اغتنمني أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد وما أقصده من هذا الكلام إذا كنا بالأمس القريب في رمضان كنا على استعداد ومقربة واكتهاد بالطاعات المختلفة صلاه وصيام وقيام وصدق لأن هذا رمضان ونحن نعلم جميعا أن شهر رمضان له أفضل الكثير وله من المنزل العالي التي ترفع فيها أو تضاعف فيها الأعمال والدرجات فمن هنا يقبل الكثير أو يقبل يقبل الناس على رمضان بكوة في العبادة والطاعة وكأن يعني هذا الشهر معلوم له منزلة وله وفيه من الخيارات ما فيه وترفع فيه الدرجات والأعمال وتعطك الرقاب أي نعم لكن هل يا ترى خلق المؤمن أو الإنسان من ليكتهد في وقت زمني معين زمن معين تعبد ربك فيه وتكتهد فيه لأن جاءت الأحاديث كثيرة تدل على كده وبعد ذلك نترك الأمر نعود إلى أو نترك حياتنا ومورنا وأيامنا وليلين إلى أن تشغلنا وتدور بنا في فلك الحياة في عقلة الحياة بلا منفعة أو بما لا ينفعنا في آخرتنا أو في دننا وآخرتنا هذا فهم خاطئ أعطي بمشرة والمعج أعطي بمشرة أعطي بمشرة أعطي بمشرة أعطي بمشرة وعطي بمشرة وعطي بمشرة وعطي بمشرة وعطي بمشرة وعطي بمشرة صلى الله عليه وسلم brothers and sisters just yesterday we bid farewell to this blessed season of Ramadan when I say yesterday I mean yesterday recently and this reminds me of course I'm translating speaking as the sheikh as opposed to constantly saying the sheikh said the sheikh said and this reminds me of what is reported that every single day that rises the day says oh son of Adam I'm a new creation and I'm witness to your actions and I won't return and so anything that we do is witness to is accounted for and as Allah subhanahu wa ta'ala says ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد any word that a person says except that he has a witness and a watcher over him recording what the person says and so time if it's not taken advantage of it disappears and doesn't come back and perhaps a lot of us pushed ourselves in an extra way during this month of Ramadan and of course our religion does teach us that this is a month of blessing and a month of mercy and a month in which we're encouraged to further push ourselves in coming closer to Allah and worshipping him but we weren't created just to worship Allah at a specified time we weren't created just to worship Allah and to put some effort in at a restricted time but rather in order for this to push us to continue for the rest of the year to help us on this journey to Allah not for us to do our best in the month of Ramadan and then allow ourselves to drown in the worldly distractions as soon as Ramadan ends and then we'll be drowning until we meet another Ramadan in the following year but Ramadan is intended to give us a push so that it prepares us for the rest of the year I don't know to give us Saiom to give us to give us no to give us to the مكررة على طولة العام لكن لها خصوصية ووقت بزمن محدود لكن هل هذا يدفع العبد إلى أنه إذا من قدر رمضان يعيشوا يهيموا على وجهه في هذه الحياة شأن شأن غيره مما لا يعرف الطريق الحق أو طريق المولى سبحانه وتعالى ليس هذا شأن المؤمن أو شأن المسلم وإنما المسلم يعبد الله على حالته التي يعبده عليها في طاعاته في طاعات الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل زمن ولذلك لما أقول أن اليوم نفسه كل يوم يشهد عليك وقولك اغتنمني هذا دليل على أن الوقت الزمني كل يوم أنت حاسب عليه هل يا ترى أديت في هذا الوقت صلاة ذكرت الله قرأت قرآن استغفرت قمت بزيارة مريض تصدقت أعنت محتاج كل هذه الأعمال أعمال البر والخير كتير جدا لكنها تمر عليك في كل يوم أشكال وألوان فلا بد أن تكون على استعداد لفهم هذا وأن تقدم ما استطعت من الطاعة أي أن كانت هذه الطاعة في كل يوم من أيام هذه ليه؟ لأن هذه الأفعال هذه الطاعات الوقت نفسه كلها سيشهد لك ويكون لك فبدل أن يكون يعني بدل ما نضيع وتكون هذه الأزمنة وهذه الأوقات تشهد تكون حج عليك بما قصرت ولم تكن بالواجب الذي أمرك الله به لا المؤمن القوي الذي في حقي الحديث المؤمن قوي خير وعحب الله من المؤمن ضعيف المؤمن القوي هو الذي يختنم هذه الأوقات فيما يقربه ويسعده هنا وفي الأخلى ولذلك الإنسان الذي يوفق لهذا يحمد الله كثيرا أن هيأه ووفقه حتى سلك طريق الطاعة لأن كثير من البشر ينشغل بقضايا أعماله وقضايا حياته ثم بعد ذلك نراه فجأة يموت ولكن لم يكن له أو لم يكن قد قدم ما ينفعه في الآخرة وهذا إحنا أيقنا وتأكدنا أننا في دار عمل لكن ليس فيها حساب وأن الحساب الذي نحسب عليه في دار أخرى وأن هذا الوقت الزمن الذي نعيشه أو هذه الحياة نعيشها تركنا الله فيها للعمل وأمرنا بالعمل ولكن لم يقدمنا أو لم يحاسبنا ولكن أجل هذا الحساب لوقت يكون فيه المرء بين يديه مستعد لهذا الأمر هل هو ممن استجاب وامتثل الأمر الله ووفق لأوامر الله والتزم بطاعته في عبادته وما إلى ذلك حتى يقال له هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية ولا هيكون ممن قصر ولم يمتثل ما أمر به حتى يقول ليتني قدمت لحياتي القرآن ما ترك شيئا لو إحنا قرأنا وفهمنا هنفهم وتدبرنا هنعرف المعنى الآيات دي والله تعالى يقول في القرآن على من قصر وفرط أن تكون نفسه حصراته على ما فرطت في جنب الله العبادة التي كنا فيها في رمضان لأننا رحشان رمضان لا رب رمضان هو رب شوال ورب جميع الشهور فلا بد أن نكون على هذا المنهج الذي عشناه في رمضان بقية العام لازم ولذلك إذا ما قصرت كما ذكرت أن تكون نفسه حصرته على ما فرطت فيه جنب الله في أوامر الله فيما يقربني إلى الله والآية الثانية تقول أو تقول حين ترى العذاب بس هذا في هذا الوقت لا ينفع تتحصر المقصر والعاصي لكن لا ينفعه الندم يوم أو في وقت لا ينفعك فيه الندم وهذا ما لا نتمنى بل الموفق الذي يحرسه جيدا على أن يغتنم حياته في طاعة الله والتقرب إليه بما فرضه عليه وبما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافر التي تكربنا كما قال عز وجل في الحديث الكدسي كذلك كما رأوا البخاري وما تكرب إليه بشيء أحب بما افترطوا عليه وما يزال عبد التكرب بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت وكنت سمعه الذي يسمعه به وبصره هذا يعني منزل عالي جدا كلما امتثل العبد للطاعة وتكرب أكثر وأكثر بالنوافل مع الفرائد كلما كان الله معه مؤيدا له وناصرا ومعينا حتى يقول الحديث كنت سمعه الذي يسمع به ديك ناية على أن الله يؤيدك في كل خطوة من خطوات حياتك حتى في الكلام في السمع في البصر يؤيدك في كل شيء ويرعاك ويكون حافظا لك في كل ما تتحرك أو كل ما تخطو فيه في حياتك تجد فيه التوفيق والسداد من الله تعالى لك وهذا ما نطلبه ونحن نحدثكم الآن أن كل مننا يفهم ما نقوله حتى يعني يرجو من الله التوفيق لأننا جميعا مرهنون تحت كدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته ونحن نطلب ونلتجئ ونلجأ وندعو ونكثر من الدعاء أن يكتب لنا التوفيق والثبات حتى نؤدي ما رضيه لنا من طاعة وما إلى ذلك فالمارك الله فيك If Allah subhanahu wa ta'ala has honoured this ummah with this month of Ramadan the way he has in a way which is not given to the other nations before us then that's a huge blessing and a huge mercy however that doesn't mean that after the month of Ramadan we turn away the way someone who doesn't know the path of Allah ta'ala would turn away and hence each moment that we live through as mentioned in the hadith Qudsi reported earlier each moment that we live through this question should be in between our eyes have I recited the Quran have I remembered Allah have I visited the sick have I stood up for the truth have I done so and so on have I sought forgiveness from Allah ta'ala every single moment this needs to be something that's considered so that this uprightness remains at all times so that Ramadan pushes us and allows us to keep up this uprightness throughout the rest of the year and the strong believer as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam described who is more beloved and better more beloved to Allah and better than the weak believer the strong believer is the one who takes advantage of their time in fulfilling those things that better and benefit their dunya and their akhira and if we are upon this type of path if we allow Ramadan to only be a push for us for the rest of the year to keep us upright then that's something to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for because right now we're in the life of hisab we're in the life of amal and no hisab we're in the life of action but no accountability and soon we're going to take the step into a life of hisab and no amal accountability but no actions and so we want to be in that second life of ours we want to be from those who are victorious not those from from those who are regretful as Allah describes in the Quran that a soul will say Oh what a regret what a loss because of what I've neglected in regards to Allah subhanahu wa ta'ala and as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained to us in the other hadith reported by Bukhari the most beloved thing that a person comes closer to Allah with Allah is speaking the closest thing and the most beloved thing that a servant can come to me with is that which I've made obligatory upon him and then my servant continues to come closer and closer to me with nawafil with voluntary acts of worship until I love him if I then love him I will become his ears that he hears with and his eyes that he sees with and his hands that he holds with and his feet that he walks with that's what Allah subhanahu wa ta'ala says and this means that Allah subhanahu wa ta'ala is fully supporting the servant who's upright upon piety and righteousness fully supporting them in all their ways in everything they say in everything they see what they hear what they do their actions and so on we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us this firmness and uprightness in worshipping Allah and coming closer to Allah and we ask him for his support subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala لأن هذا فضل من الله على العباد وعاوز أقول لا يفكر في ذلك ولا يثبت إلا من أيقنى واستيقظ أنه في أي لحظة من لحظات حياتي سيموت والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بهذا الموقف يقول والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء إذا كل مننا أيقن ذلك نعلم أنه في أي لحظة من اللحظات ممكن ينتهي يبقى مش هيكسر وهيقول ما أسرع مضي شهر رمضان هكذا يبقى ما أسرع الأعمار أن تنقضي بسرعة وفي أي لحظة ينقضي وعند ذلك ما نعرفش إيه اللي احنا قصرنا فيه ونندم لا شوف الحديث بيؤكد لك إنك في أي لحظة ممكن تموت ويؤكد ويكسم والذي نفس في يدي لتموتن كما تنمون والقرآن يقول والذي والله يتعفل أنفسه حين جهة الموت النوم موت موت صغر وعند ذلك من من يموت في النوم ومن من يستيقظ لأجل مقدر له فالمهم علينا أن نسير على الطاعة ولا نفرط وخاصة ونحن قريبين من شعر رمضان وأذكركم بصيام الست من شوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون اتصال العبد بطاعته بربي كثيرا متواصلا يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكان كمن صام الظهر كله السنة كله فلا تنسوا ذلك وليس شرطا أن تصوم أول الشهر أو أيام متتابعة ولكن صمها ولو متفرقة حتى تحقق ما قاله الرسول كأنك صمت العام كله وهذا فضل من الله عليك أيها المؤمن أيها المسلم الكريم والحديث كثير لكن أنا لا أحب أن أطيل فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وكما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقيه في كل أحوال حياتنا اتقوا الله حق تقاتي هذه الآية عندما نزلت هال الصحابة يعني صعب عليهم الأمر فخفف الله عنهم وعنا وعن الأمة عندما قال فاتقوا الله ونسخت هذه الآية الآية الأخرى فاتقوا الله قدر الإستطاع وإن الله لا يمل حتى تملوا وإحنا من اللي بيقعد يصلي للنهار ولا ولكن أفضل الأعمال عند الله أدوامها وإن قل فإن كنت خرجت من رمضان بشيء تعودت عليه مثل ترويح صلي كل يوم صلاء ركعتين في غوف الله كنت تعودت على الصيام صوم ولو يومين ثلاثة في الشهر أو اتنين وخميس تعودت على الإنفاق في الصدقات أنفق ينفق عليك المهم كل منا يعلم أن الزمن الأيام التي يعيشها ستشهد عليه إن خيرا أو شرا على ما قدم فاختنم حياتك قبل موتك واختنم شبابك قبل هرمك واستعد ليوم الرحيل لا تذري متى الساعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا من أهل طاعته ورضوانه وأن يرزقنا التوفيق والثبات وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعللنا وما أسررنا وما هو أعلن به مننا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك تائبين لك منيبين واجعلنا لك من المستغفرين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم Brothers and sisters it's necessary for us to constantly make dua and ask Allah Ta'ala to give us thabat upon piety and righteousness after this month of Ramadan and as reported in the hadith death will certainly come to us just as sleep comes to us and as you know sleep is a minor form of minor form of death and and therefore we want to do the best that we can for what we've started in the month of Ramadan to not be cut off completely and I remind everyone to fast the six days of Shawwal as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam encouraged and one of the reasons for the messenger alayhi sallallahu alayhi wa sallam encouraging us is exactly for this so that our actions after the month of Ramadan don't come to a complete end and stop but they continue a little bit and it doesn't matter whether these six days are fasted at the beginning of the month or towards the middle or the end or whether they're consecutive or separated and we want to keep up this taqwa this awareness and consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala at all times to the best of our ability as for being aware of Allah and conscious of Allah the way he deserves to be that's something which perhaps is you know burdensome for most of us but at least to the best of our ability we want to be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala and the most beloved of actions to Allah the most beloved of actions to Allah those that are most consistent even if they are little so if we've gotten into the habit of praying at night then every night we can keep up something two rak'az after Isha four rak'az or something like that we've gotten into the habit of fasting we can keep up something three days every month or fasting on Thursdays Mondays and Thursdays may Allah subhanahu wa ta'ala make us people of obedience and forgive our shortcomings Jazakum allahu khaira may Allah reward the sheikh bismillah rrahman rrahim كُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَحِيمٌ وَأَنِيْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَكُولَ نَفْسٌّيَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَكُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَوْ تَكُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَكُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بلى قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكم من الشاكرين جزاكم الله خير